اشتركوا في القناة اتخذ قراراتها في هذا الشأن حسب الوضعية الوبائية مشيرا الى ان ارقام كورونا بالمغرب لا زالت تتير القلق في ظل تسجيل معدل 4000 اصابة يوميا واشار بوريطة الى انه يجب مراقبة الدول التي فتحت حدودها مبرزا ان عددا من الدول التي فتحت حدودها بعضها بدأ في التراجع عن قرار فتح الحدود بعد اسبوعين من تطبيقه وقال الوزير انه في الوقت الذي كان فيه المغرب يسجل مئات الاصابات اصبح يسجل اليوم آلاف الاصابات كما عرفت نسبة الوفيات ارتفاعا خلال هذا الشهر حيث توفي 97 شخصا بسبب الوباء كما ان عدد الحالات الحرجة التي ترقد باقسام الانعاش بلغت اليوم 600 حالة